بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وآل محمد أزور سيدي ومولاي وماتمدي ورجاي ذخري وذخيرتي في آخرتي ودنياي أبا عبد الله الحسين عليه السلام زيارة عني وعن والدي وعن والد والدي وعن عائلتي وأخواني وأخواتي وعن مولانا صاحب العصر والزمان طاعة قربة إلى الله تعالى السلام عليك يا أبا عبد الله السلام عليك يا ابن رسول الله السلام عليك يا ابن أمير المؤمنين وابن سيد الوصين السلام عليك يا ابن فاطمة سيدة رساء العالمين السلام عليك يا ثار الله وابن ثاره والوتر الموتور السلام عليك وعلى الأرواح التي حلت بفنائك عليكم مني جميعا سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار يا أبا عبد الله لقد عظمت الرزية وجلت وعظمت المصيبة بك علينا وعلى جميعا للسماوات فلعن الله أمة نسست أساس الظلم والجور عليكم أهل البيت ولعن الله أمة دفعتكم عن مقامكم وأزالتكم عن مراتبكم التي رتبكم الله فيها ولعن الله أمة قتلتكم ولعن الله الممهدين لكم بالتمكين من قتالكم برئت إلى الله وإليكم منهم ومن أشياعهم وأتباعهم وأوليائهم يا أبا عبد الله إني سلم لمن سالمكم وحرب لمن حاربكم إلى يوم القيامة ولعن الله أهل زياد وآل مروان ولعن الله بني وميتا قاطبا ولعن الله بن مرجانا ولعن الله وعمر بن سعد ولعن الله شمرا ولعن الله أمتا أسرجت وألجمت وتنقبت لقتالك بأبي أنت وأمي لقد عظمى مصابي بك فأسأل الله الذي أكرم مقامك وأكرمني بك أن يرزقني طلب ثأرك مع إمام منصور من أهل بيت محمد صلى الله عليه وآله اللهم اجعلني عندك وجيها بالحسين عليه السلام في الدنيا والآخرة يا أبا عبد الله إني أتقرب إلى الله وإلى رسوله وإلى أمير المؤمنين وإلى فاطمة وإلى الحسن وإلى بموالاتك وبالبراءة ممن قاتلك ونصب لك الحار وبالبراءة ممن أسس أساس الظلم والجور عليكم وأبرع إلى الله وإلى رسوله ممن أسس أساس ذلك وبنى عليه بنيانا وجرى في ظلمه وجوره عليكم وعلى أشياعكم برئت إلى الله وإليكم منهم وأتقرب إلى الله ثم إليكم بموالاتكم وموالات وليكم وبالبراءة من أعدائكم والناصبين لكم الحار وبالبراءة من أشياعهم وأتباعهم إني سلم لمن سالمكم وحرب لمن حاربكم وولي وولي لمن وولي لمن وعلاكم وعدون لمن عاداكم فأسأل الله الذي يكرمني بمعرفتكم ومعرفة أوليائكم ورزقني ورزقني البراءة من أعدائكم أن يجعلني معكم في الدنيا والآخرة وأن يثبت لي عندكم قدم صدق في الدنيا والآخرة وأسأل أن يبلغني المقام المحمود لكم عند الله وأن يرزقني طلب ثاري مع ما من هدى ظاهر ناطق بالحق منكم وأسأل الله بحقكم وبالشأن الذي لكم عند أن يعطيني بمصاب بكم أفضل ما يعطي مصابا بمصيبة مصيبة ما أعظمها وأعظم رزيتها في الإسلام وفي جميع السماوات والأرض اللهم اجعلني في مقامي هذا ممن تناله منك صلوات ورحمة ومغفرة اللهم اجعل محياي محي محمد وآل محمد وممات ممات محمد وآل محمد اللهم إن هذا يوم تبركت به بنو أمي وابن آكلة الأكبر اللعين بن اللعين على لسانك ولسان نبيه صلى الله عليه وآله في كل موطن وموقف وقف فيه نبيك صلى الله عليه وآله اللهم العن أبا سفيان ومعاوية ويزيد ابن معاوية عليهم منك اللعنة أبدا الآبدي وهذا يوم فرحت به آل زياد وآل مروان بقتلهم الحسين صلوات الله عليه اللهم فضاعف عليهم اللعنة منك والعذاب الأليم اللهم إني يتقرب إليك في هذا اليوم وفي موقفي هذا وأيام حياتي بالبرات منهم واللعنة عليهم وبالموالات لنبيك وآل نبيك عليه وعليهم السلام مئة مرة اللهم العن أول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تابع له على ذلك اللهم لعن العصابة التي جاهدت الحسين وشايعت وبايعت وتابعت على قتله اللهم لعنهم جميعا مئة مرة السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنايك عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهل مني لزيارتكم السلام السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين اللهم خص أنت أول ظالم باللعن مني وابدأ به أولا ثم العن الثاني والثالث والرابع اللهم العن يزيد خامسا والعن عبيد الله بن زياد وابن مرجانة وعمر بن سعد وشمراء وآل أبي سفيان وآل زياد وآل مروان إلى يوم القيام اللهم لك الحمد حمد الشاكرين لك على مصاب الحمد لله على عظيم رزيتي اللهم ارزق شفاعة الحسين يوم الورود وثبت لي قدم صدق عندك مع الحسين وأصحاب الحسين الذين بذنوا مهجا دون الحسين عليه السلام وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآل بيته الطيب إلى الطاهرين اشتركوا في القناة